لجنة تحكيم جائزة مصابقة أسيا جبا تعلن عن القائمة القصيرة لأسماء الروايات الأدبية الجزائرية في المرحلة ما قبل الأخيرة التي تتكون من ثلاث مجموعات باللغات الثلاث العربية الفرنسية والأمازيغية تم اختيارها للمنافسة على الجائزة الكبرى المقررة نهاية شهر جوان الحالي والمصادف لذكرى ميلاد الروائية العالمية أسيا جبار هذه الجلسة في الحقيقة ما قبل الأخيرة طبعا اخذنا هذه القائمة القصيرة من القائمة الطويلة السابقة مجموعة الروايات المقدمة المقترحة للجائزة 158 فيها تقريبا كنوع التساوي بين اللغة العربية واللغة الفرنسية وكاين القائمة للغة الأمازيغية يعني مجموعة من الروايات أيضا قدمت باللغة الأمازيغية إرساء للثقافة وترقية مستوى صناعة الكتاب في الجزائر هيئة المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار كل الظروف والخدمات اللوجستية لإنجاح هذا الحدث الأدبي بامتياز وكشفت عن مشاركة 158 رواية أدبية في الطبعة السادسة لهذه السنة ملاحظة العامة اللحظها قراء هذه الروايات وأعضاء اللجنة عادة أن المستوى معقول مستوى جيد بصفة عامة مستقبل الرواية الجزائرية سيكون مستقبل جيد لاحظة أيضا تطور نوعي بالنسبة للكتابة الرواية الجزائرية اختيار الرواية ضمن القائمة القصيرة جاء بناء على مضامينها وقيمتها الفنية زيادة على ذلك تراعي شروط الأساسية للكتابة الأدبية والتاريخية التي تحرس لجنة التحكيم المسابقة على تطبيقها بشكل جديد بحسب ما أعلنت عنه لجنة المسابقة تميزت الأقلام الأدبية المشاركة بالخصوصية والجرأة في اختيار المواطع لا سيما التي تتعلق بالتاريخ والهوية الجزائرية كما تطرح قضايا المجتمع والعلاقات الإنسانية التي ترتقي بمستوى الرواية الجزائرية عربيا وعالميا